استشهدت امرأة في انفجار لغم في مخلفات أو من مخلفات ميليشي الحوث الإرهابية في محافظة حجة وقال المرصد اليمني للألغام أن زينب أكديش في العقد الثالث من عمرها استشهدت نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية بالقرب من منزلها في قرية العواء بعزلة بن حسين في مديرة عبس وزرعت ميليشي الحوث الإرهابية المدعومة إيرانيا مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرقات العامة في مختلف المناطق والمدن اليمنية تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال